استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي الرئيس الزبيدي يلتقي رئيس مركز الدراسات العربية والإسلامية التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي كما وعد الرئيس عيدروس ابن قاسم الزبيدي الرئيس عيدروس الزبيدي وهكذا فجأة صرنا نسمع أن هذا هو الرئيس كيف طلع لاحد انتخبه ولاحد رشحه ولا عرفنا من طلعه فقط صار يسمى فخامة الآخر رئيس ليكون هو الرئيس الوحيد في التاريخ تقريبا الذي أدى اليمين التستورية أمام رئيس ثاني في دولة ثالثة ويرفع علم والبس لبس دولة رابعة شكر وتقدير لجيش الإمارات الموجود في البر والبحر والقو يكون هو الرئيس الوحيد المستعد أن ينحني أمام جيش دولة ثانية وهذه ظاهرة كونية لا تحدث إلا كل مئة ألف درهم إمارات طيب يا فخامتك بالنسبة للخدمات وحتياجات الناس والأمن للشعب اللي ينصبت نفسك رئيس عليه كيف؟ يعني حماية الأمن تقريب الخدمات يعني فهناك حكومة يجب عليها أن تقوم بدورها حسب النظام القانون لا نطلب منهم أكثر يا سلام الصرف والخدمة وحتياجات الناس والرواتب هذا على الحكومة الحكومة اللي يسميها الاحتلاء على بيت الجيران بس هو رئيس صح؟ بس ما ليش داخل في هذا أصلا لو شفتوا أنتم بيان عدنة تاريخي كان من بند واحد وهو أن عيد داروس اجتمع مع عيد داروس قاسم الزبيدي يعينوا عيد داروس رئيس ما كان فيش بند ثاني يتكلم على الخدمات وحتياجات الناس ولهذا لا تشغلوا ولا شيء ربما يرجع اجتمع مع عيد داروس قاسم الزبيدي ويقرروا بند ثاني يفرضوا على عيد داروس نفسه أما هذا ما ليش داخل وبلقانه طيب يا فخامة بالنسبة للخدمات تعرف أنه احتياجات الناس لكن على حكومة الجيرة أنت في المستقبل معك خطة أن تتحمل المسؤولية ما دم بتعتبر نفسك رئيس عندك خطة واستراتيجية لهذا الموضوع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هل تقدم بمبادرة ما أو رؤية أو خطة أو تصور شامل؟ الإمارات العربية لديها قيادة حكيمة طبعا تدرك ما عليها وعندها يعني خطة استراتيجية وتتعامل بها أيها حلو ضمن ثانيالان الصرف والرواتب على حكومة الجيران والتخطط أيضا على دول الجيران وانت ايش عليك عني؟ ألو حتى لما مت واحد من أفراده وضابط عنده بدل ما يجوا الناس يعزوا رح يعزي هو رح يعزي الإماراتيين في ضابط مات عنده من أفراده يا عيدروس مش هكذا لما يكون يموت واحد من أفراده وكل أضارض عنده كل واحد من أقرباءك الناس يجوا يعزوك أنت مش تروح تعزي الناس كما تروح تعزي دول على فقيدك لا هم يجوا يعزوك أقربوا وأسهل لك تعب عليك بدل في الدول كله وبعدا ما يلبسوش أسود الرجال ما يلبسوش أسود فالعزي أنت رايح عنده ناس شوف كف كلهم لابسينه بيض ما بش الله أنت أسود دخلت الصالة الغلط المفروض تصير القسم الثاني حق العزي اثنين الشيخ هاني علي بن بريك نائب رئيس المجلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر